هاي هالوين كيف كون؟ ان شاء الله تكونوا كتير منع ان تعملوا فيديو اليوم في الفيديو اليوم رح نعمل شي كتير كتير مشنون اللي هو انه رح نعمل فول توتوريال فول كلام انا وان بستعمل ايضا الصوت اللي هو ASMR على فكرة انه هو شويش ايضا شي كتير صعيب ما ادرا اطلع صوته لانه اصطلعت صوته وحكيت عادة رح تحسوني عم شاعر رح تحسوني صوته كتير عالي انيوي بدي اطلع شغلة منكن حطوا هادزات مثل ما انا حطة ايرفونز هالله شي سماعات بزينيكن لانه انا اليوم رح اعجيكن شو راسكن خلينا نبلش بالتوتوريال بس ابل اكيد ما تنسو تشتركوا بالقناة سبعة مش مشتركين تكبسوا على زر الاشعارات تبوني على انستاغراف خلينا نبدش اول شي رح نبدش فيه رح يكون الملطب او الموستر ايزر عم بستعمل ملطب من كلينيك انا كدير كدير بحبه عم على روح تح يأخذ الشغلة على يده اللع شغلة على وجه رح ننتقلها للفاونديشن الفاونديشن رح استعمله من كيكو ميلانو اسمه full coverage 2 in 1 هذا بيستعمل كفاونديشن كخبع عيوب أو كونسيلر رح افضعه جاهل رح أعطنا لاحج رح قبل ج rzeczywiście تمورشه بل بلبيوتي بلندر انا عملت شاي قايز انتو كمين روحوا عملو تسناك طبعكون او شاي طبعكون متل العادة مشارفكون في اصعاش مني مبادئت في اصعاش مني لان نزيلها لعلى الكونسيلر عم بستعمل my all time favorite من L'Oreal اسمه Infallible Modern Concealer هلا رح افتعه رح بلش عود على المطارح البتياطة تطرق اكتر شي بالوش يعني تحت العيون عم تسمعه صوت الكلب هيدا الكلب كتير بعيد بس عم يسمع صوته في حد انا بيعددي عالكلب هاه، هاهوا الكوب Soo عم تسمعه غمper يا انا بiva غبرة هيا بيز للأيشاد الرهاتو بعد شوي أوكي بدي يكون تأثروا شو لون الأيشاد الرهاتو بعد شوي بعرف انه في كتير ألوان بس هربع سارو رحنا نزيلها للقطوريقا بس دامي الـ Studio Matte Fix حالي نقرأ اسمه سا Studio Fix NW50 هيدا اللوني جديد 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 حلول لأنه ضافة بس بنفس الوقت ما بتبينه أورنج أو هي clean box حبيت الصوت أوكي هبلش نرسم على وجه خطوط هلا بيبراش هبلش ادمج الـ Contouring اللي عملته أوكي اراحة احبيت أول مرة بعملي كنو فيديو سوصدقوني مما يخبر شو عم بعمل غير نقوش و شو عم بطلع أصوات بعد إداية هو المحتوى من الموضوع كله بس أنا هيستطيعه غريب هننتقل هلأ الحفاجب رح استعمل ألم حفاجب من ميبلين اسمه تاتو براو بالاسم مفروض ديب براون بس خلينا له الاسم او ماي جود مش مكتوب الاسم مش مكتوب الاسم بس أنا هيكيدة انو ديب براون كتير صايرة هفاجش بمشتوبين لفوق مثل مغلازين ترى مرحزون هيك هلوين و بيصحبوا العين أول شي رح نعمله قايز و رح ناخد قلم أسود حيالة قلم أسود عندكم ياه أنا القلم طبعي من كيكو ميلانو رح بلش لون آخر العين او الكريز هيك من الآخر بلون أسود بفرشاية رح بلش ادموش لقلم بسرعة قبل ما ينشف هلق بنفس الفرشاية رح ياخد أيشاته أسود و رح بلش حط الأسود بآخر العين بس انتبهوا ما تطلعوا كتير لفوق خليه يكون شوه مده العين شفتو ما طلعت لبرها ده العين بفرشاية تانا بتبلش و تتمشو بطريقة دائرية حط ما نوصل لمرحلة نكون راضيين على اللي عملنا هلا أنا كتير راضية حسا يدي كتير منيح فينا نزيد بس أول شي رح نعط اللون الأخضر اللون الأخضر رح استعمله رح يكون من بالت بس صنف الدوع اسمه The Star حقيقة هيدا اللون الأخضر بأصبعه و رح بلش عده على العين وااو هيدا اللون الأخضر كتير كتير هلو رح وصله لأول العين أو للإنر كورنر و طلع في دلوع أهم الشيء ننطف إيدينا كتير منيح من بعد ما نستعمل أرشاده لأنه سحطينا إيدنا عوشنا و إيدنا كانت قايشته منزع الدنيا منشرب شافة من الشغي الت H نفذ القلم الأزود نجة و نضخط منتحه دول نستعمل براش او قفل الالم اذا كان فيه سبونج انا العلم طبعي فيه سبونج وابلج ادمج لفوق هلا بناخد اللون الاسود بنبلج نعط اسود باخر العين من تحت وبرجع بدمج بطريقة دائرية تحت العين مع فوق العين من الاخر هلا رح اخد قلم من بروفوك لونه بيربل او بنفسجة رقمه ثمانة رح ارسم باول العين رح ارشع اخد بلد بصان في الضوء ورح اخد اللون البنفسجة منه رح ارسع اللون باول العين من تحت وصراعه هيدا اللون بالبلد عم بعيد لي لانه شكله كتير حالو رح نجربه باول العين ونصلي انه ما ينسى على نالك اللون كتير حالو طولع انا كتير حيب اللوك له هلا بس ناسه قلم اسود شوه العين حقا هلا صار وقت الماسكارا عم بستعمل الماسكارا من ميبلين اسمع تفول سيسلا اغلفت اغلق ملن الأغلفت اغطيش النا ارموشنا لفوه احبتم يلمسكالا من تات لانو بسي لك بعمل رح عمل ثاني عين اف كاميرا وارجع باي هاي قايز انا رجعت وعملت ثاني عين الميكاوب بيسطل كتير حالو هلا رح ننتقل ل الخطوات الاخيرة نكمل اللوك اول خطوة رح تكون البلاش البلاش رح استعمله رح يكون من كيكو ميلانو بالاسم سمارت هيدا اللوني كتير بحب علي وبنسع كنت استعمله على بشارة بيضة لانو بيطلع كتير حالو قبل ما نحط الهايلايتر شو نعمل برافو من رش ساتينج سبري على الوش هيدا الساتينج سبري رح رشو على كل الوش حالو نحط الهايلايتر قبل ما نحط ساتينج سبري حالو استعمل هيدا الهايلايتر من فلورمال بالاسم او الرأم خلالة خلالة السلطة أخدام تسلب لا أصبحت أخدام لذلك فأصبح هالك احلات سيكون ماذا نسيير شو وش هل شو 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 واو واو الإضاءة ضبعة كتير قوي سيبر حلو جوفو واو كأنها التمايه على وشه هايس الإضاءة الحلوي مش الباودر بتسادو أنها قادر اسمه شيران شو عم بيحقو صارع عم مبارو شوام بيحقو بس عم بسمع تم تميك في اسوه راح ننتقل الى الامرة الامرة راح استعمله من نيكس بروفاشنال ميكوب برأم 3 هي عمره 5 راح اضعه على دوية الشفيف و راح اضرب النص فاضح هل اصر وقت تاني اللون اللون هو من نفس البراند نيكس بروفاشنال ميكوب بالرقم 11 راح اضعه بالنص لشفيف شو راي لكون شو راي اللون ليعاد اخبركم انه لكم اربnote وشي على الميكرو بميين رأسي اقبر من جسمي لاحظتو شوفو بس ارجاع ف ببنت اعليقات صغيفة ماذا키 انه لكم خلصنا الفيديو ان شاء التكونوا تبسطتو انا كتير امبسطت انا وعبwie من كتاف ما تنسوا تكتبولي شو رايكم باللوك و بالميكوب و بالفديو كعم هو الضواء كله عباده بالكومنت تحت و ما تنسوا تيبوني على انستغرام تشوفوا الصور عنا هيدا اللوك و انا بشوفكم بفديو جديد قبل اشتركوا بالقناة طبعا مش مشتابين اكبسوا على زر الاشعارات باي قايز تحبكون كتير باي اشتركوا في القناة